اهلا بكم مشاهدين الى التقرير خاص انا سيد يوسف احييكم من واشنطن على مسافة قصيرة من الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل تشهد روسيا سجالات انتخابية حادة تتركز على سياسات الرئيس بلاديمير بوتين في الداخل والخارج وفي طريقه الى المعركة الانتخابية لفد بوتين الى الانجازات الاقتصادية التي حققها في السنوات الماضية وانتقد المعارضة الروسية لكنه اكد انه لا يسعى لاضعافها فيما اتهمه معارضون في المقابل بالسعي لتشتيتهم وتفريقهم وقمعهم ومحاربتهم وفرض سياسة تسلطية كما قالوا عليهم فضلا عن توريط روسيا في صراعات وازمات خارجية دون النظر الى الداخل الروسي هذه الحلقة بالتقرير خاص نتطرق اذا الى الانتخابات الروسية ونتوقف ماليا عند العلاقة بين بوتين والمعارضة الروسية في الطريق الى هذه الانتخابات ارحب بضيوفي من موسكو يفجيني سيدروف الكاتب والمحلل السياسي الروسي من واشنطن ان بوشفسكايا زميلة ايرا وينر في معهد واشنطن وحسين عبد الحسين الكاتب الصحفي اللبناني ارحب بكم جميعا ولدى اعلانه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في مارس المقبل وجه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات للمعارضة الروسية لكنه اكد انه لا يسعى لاضعافها نتابع يتعين عن النظام السياسي الروسي ان يكون نظاما تنافسيا لكن المعارضة تفتقر لمرشح قوي باستطاعته منافسة المعارضون يتسببون في كثير من الضوضاء وليس لديهم ما يقدمونه للشعب بالطبع لا استطيع ان اجتهد ايجاد معارضة فاعلة ضدي ولكن من جهة اخرى نحتاج الى نظام سياسي متزن وهذا التوازن لا يمكن ان يتحقق دون منافسة طيب اذا نبدأ النقاش مع ضيوفينا نبدأ مع ايفجيني سيدروف في موسكو سيد سيدروف اهلا بك الى التقرير خاص يعني كما تبعنا بوتين في هذا المقطع الصوتي في ضوء هذا الكلام كيف تقيم علاقة بوتين بالمعارضة في روسيا مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الكرام اعتقد بان العلاقة بين الرئيس بوتين والمعارضة يمكن تقسيمها الى ربما قسمين العلاقة مع المعارضين التقليديين الذين كانوا يشاركون في الانتخابات الرئيسية الاخيرة وقبل الاخيرة والى اخره ومن هؤلاء الشخصيات اولا زعيم الحزب الشيوية جنادي زيوغانف وزعيم الحزب الليبيرالي الديموقراطي فلاديمير جيرينوفسكي هما تقليديا يجمع كل واحد منهم نسبة بسيطة من الاسواد قد يتعدى في طارة مثلا خمسة او سبعة بالمائة وقد يقل طارة اخرى يعني تقل هذه النسبة في الانتخابات الاخرى ولكنهم لا يشكلان اي منافسة جدية للرئيس بوتين بالنسبة للقسم الاخر من المعارضين فهم معارضة يعني يمكن القول انها نوعا ما تدعو الى ان يتغير النظام في روسيا وان يكون هناك مكان للمعارضين الحقيقيين الذين بامكانهم اخراج روسيا من الوضاع الحالية التي تتسم برأي المعارضين بعزل روسيا على الصعيد الدولي لسيما بعد الاحداث المعروفة للجميع وهي ضم شبه جزيرة القرم وما تبعها من اعلان او فرض عقوبات عديدة يعني طبعا تأثرت بها الاوضاع الاقتصادية في روسيا بشكل ملحوظ بالنسبة للفئة الثانية من المعارضين وفي مقدمتهم المدون المعروف فليكسي نوالني طبعا بالنسبة لهذا الشخص لا اعتقد بانه سيسمح له بالمشاركة في الانتخابات لكونه كان مدانا لفترة معينة وبالتالي القانون الروسي لا يسمح له بالمشاركة في الانتخابات لانه حتى التهم الموجهة له هي تهم حبس في 15 يوم و20 يوم في ثلاث تهم تقريبا الموجهة اليه بتهمة التظاهر بدون ترخيص ضد بوتين وبالتالي هذا يطرح اسئلة كثيرة سنأتي الى نافلني في حينه هنا اتحول الى انا بورش فسكايا واسألها نفس السؤال هل مشكلة في نظام بوتين الذي لا يسمح بوجود معارضة ام في المعارضة نفسها التي تفتقد كما يقول هو لثقافة المعارضة شكرا جزيلا لاستضافتي المشكلة الحقيقية هي ان بوتين لا يسمح بالمعارضة الحقيقية وان تتواجد هذه المعارضة المرشحو المعارضة مثل جيرونافسكي وانزوغانف هم ليسوا مرشحين معارضة حقيقيين وقد رأينا متحدين نوبشاك الذي يخوض الانتخابات الآن او هي حفيدة بوتين وكان والدها فعالا في تقسيم المعارضة الليبرالية الروسية في اواخر 2011 واحتجاجات 2012 في موسكو وفي كل انحاء روسيا وبالتالي حقيقة الامر ان الناس الذين يمكن ان يشكلوا تحديا حقيقيا لبوتين اما لا يسمح لهم بخوض الانتخابات مثل بورس الذي اغتيل قبل سنوات النظام بوتين لا يسمح بالمعارضة الحقيقية استاذ حسين عبد الحسين هل توافق هذا الكلام يعني في ضوء سجن وقتل عدد من الاسماء المعارضة طوال السنوات السابقة اين وصلت المعارضة في روسيا برأيك طبعا اوافق هذا الكلام واعتقد ان الديمقراطية لا تكون في السنديق الانتخابية فحسب الديمقراطية هي عدد من المؤسسات والخطوات هي تحتاج الى قضاء نزيه وعادل ومستقل بعيدا عن التدخلات السياسية لمحاسبة الاغتيالات السياسية ومن يقف وراءها هي بحاجة الى محاسبة الفاسدين الرئيس بوتين يستخدم كل مقدرات الدولة لدعم حزبه ودعم بقائه في الحكم اما المعارضين فليس لديهم الامكانيات الحكومية التي يستخدمها بوتين للبقاء في الحكم وطبعا كما تفضلت الزميلة انا هناك يعني شيء كاريكاتوري يصيب المعارضين اما تقع لهم حوادث اما ينتحرون عن الشرفات او يبلعون بولونيوم في لندن او يتم اطلاق النار عليهم وكل هذه الجرائم تبقى مجهولة الهوية فيما نحن نعرف ان النظام الذي يديره بوتين هو نظام استخباراتي يعرف كل شاردة واردة في البلاد يعرفون ان قال الكسي نافلني كلمة واحدة ويتهمون بفساد ولا يعرفون من قتل سلسلة من الشخصيات الاخرى النظام كله الذي يدور حول بوتين قائم بشكل لا يتوافق مع اي منظومة ديمقراطية برلمانية او رئاسية اما الديمقراطية التي تحدث عنها سيد بوتين فبرأيي هي ديكور هي ديمقراطية شكلية على غرار الديمقراطيات التي يحاول انشائها ان كان في سوريا او في دول اخرى حول العالم لكن الرئيس بوتين في هذا المؤتمر الصحفي الذي دعي اليه اكثر من 1600 صحفي للاجابة على تساؤلات تخص هذه الرئاسة قال ان ارجع عدم وجود معارضة او ضعف المعارضة الى نجاحاته الاقتصادية وقال ان هؤلاء لا يستطيعون تقديم اقتراحات فعلية وبالتالي هذا هو مصدر ضعفهم ما رأيك في هذا الكلام؟ النجاحات الاقتصادية تحتاج يعني عبارة تحتاج الى التدقيق الاقتصاد الروسي لا ينمو بل هو يتراجع العملة الوطنية الروسية فقدت قيمتها منذ قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات بسبب قانون ماينسكي هناك سلسلة من الامور الاقتصادية التي تظهر ان روسيا وهي اكبر دولة من حيث المساحة على وجه الارض اقتصادها بالكاد هو بحجم اقتصاد ايطاليا في اوروبا وايطاليا ليست من الاقتصادات الاولى في العالم روسيا ليست قوة اقتصادية فعلية مثل الولايات المتحدة او الصين او اليابان او حتى دول اقل مثل كوريا جنوبية روسيا حاليا تعيش على واردات النفط مبيعات النفط وبعد مبيعات الاسلحة وغيرها لذلك لا اعتقد انه حقق نجاحات اقتصادية هو يستخدم موارد الدولة للانفاق على زعبته وكل معدى ذلك هو اجهزة استخبارات تدير الحكم الروسي طيب استاذي بيدي سيدروف ما رأيك في هذا الكلام يعني هل كيف يمكن الحكم على كلام بوتين فيما يتعلق بتحقيقه طفرات اقتصادية عبرت بشكل ما وباخر عن ضعف المعارضة بطريقة غير مباشرة لا الحقيقة هذا الكلام هو نوعا ما سطحي هو الدليل على ان الزميلي الذي تكلم الان ربما لا يعرف بعض السمات او الميزات التي تتسم بها الحياة في روسيا طبعا اذا قررنا مثلا بين المعيشة في المدن الكبرى كبريات المدن الروسية مثل موسكو سانت بيترسبورغ يكاتيرينبورغ وغيرهما من المدن الكبرى طبعا الحياة هناك تختلف اختلافا جذريا عن القرى البعيدة والنائية وربما بعض البلدات الواقع في شط أرجاع روسيا التي تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث المساحة ولكن مع ذلك الشارع الروسي يعتبر بوتين بمصابة منقذ ليس فقط على الصعيد الداخلي وإنما بوتين كرجل استطاع أن يعيد إلى روسيا الشعور بأنها دولة كبرى دولة عظمى قادرة على التنافس في مختلف المجالات مع كبريات الدول العالم وفي مقدماتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أعتقد أنه يمكن وصف ما يجري الآن في روسيا بجملة واحدة أو بسيمة واحدة هناك مختلف الزواهر ومختلف الأحداث التي تميز نتحدث عن مقاله رئيس بوتين فيما يتعلق بالمعارضة في روسيا في هذا المؤتمر الصحفي كمدخل لمعرفة العلاقة بينه وبين المعارضة قبل الانتخابات هو يقول أن تحقيق تفرات اقتصادية هو السبب وإن كان بطريقة غير مباشرة في ضعف المعارضة لأنه يقول أن هذه المعارضة لا تقدم اقتراحات فعلية هل توافق على هذا الكلام؟ هل فعلا المعارضة ضعيفة بسبب قوة ملف الاقتصاد مع بوتين؟ نوعا ما بوتين يقول الحقيقة لماذا؟ أقول لكم لماذا؟ لأن مثلا الاحتجاجات الواسعة التي حدثت في روسيا في عامي 2011-2012 كانت ربما تبدو للبعض بأنها ربما بداية لولادة معارضة جديدة قادرة على التنافس مع السلطة مع الرئيس بوتين ولكن الخلافات الداخلية للمعارضة الروسية منعتها من توحيد صفوفها ومن ترشيح رجل أو شخصية قادرة على التنافس مع الكريملين هذه الأوضاع تستمر حتى الآن وحتى لكسي نوالني الذي يحظى نوعا ما بالشعبية لم يثبت حتى الآن قدرته على أن يغير حياة المواطنين الروس بشكل جزري دعونا نسمع من أن تتعليق على هذا الكلام ما تعليقك على هذا؟ هل فعلا عدم وجود مرشح مقابل بوتين هو السبب الرئيسي في ضعف المعارضة؟ هل المعارضة ضعيفة لأنها ضعيفة؟ أعتقد أن نوالني لو سمح له بخوض الانتخابات يمكن أن يشكل تحديا حقيقيا الموضوع الأكبر هنا هو وكما هو الموقف في دول ديكتاتورية أخرى أنت دائما لديك معارضة ضعيفة ونظام قوي لأن النظام يفعل كل ما يستطيعه للبقاء في السلطة حقيقة أن المعارضة لم تتمكن من التوحد هذه مسألة معقدة ولها علاقة بطبيعة النظام وكما تعرف بالنسبة للاقتصاد الروسي هذه محادثة معقدة أيضا من ناحية وبالتأكيد في سنوات بوتين الأولى بوتين ترأس تحسنا في الاقتصاد أو شهد تحسنا في الاقتصاد ولكن في السنوات الأخيرة كانت هناك علامات على التدهور الاقتصادي روسيا طردت من مجموعة الثمانية بعد ضم القرم لا يمكنك أن تقول أن هناك نجاحات اقتصادية وأنت تطرد من مثل هذا المنبر الدولي الهام ما نراه هو درجة من الاستقرار في الاقتصاد الروسي ولكن لا يوجد ابتكار أو إبداع حقيقي من ناحية الموقف مستقر ولكنه يراوح في مكانه أيضا هناك الكثير من الفساد في نظام بوتين وهذا هو الذي يعرقل النمو أو التنمية بينما النظام بكامله فاسد ويسرق من شعبه أنت لن تتمكن من إحداث تنمية حقيقية طويلة الأمل طيب خلينا نتوقف عند هذه النقطة نخرج لفاصل أول في هذه الحلقة ولنعود نتحدث عن أليكسي نافلني أبرز المعارضين لبوتين بعد الفاصل القصير التالي ابقوا معنا أهلا بكم من جديد إلى تقرير خاص العلاقة بين بوتين والمعارضة الروسية قبيل الانتخابات موضوع حلقاتنا الليلة تعالوا نتوقف مع هذا التقرير حول الانتخابات الروسية وفرص المرشحين فيها ونتابع بعدها الانتخابات الرئاسية الروسية يتم اختيار الرئيس عن طريق الاقتراع تمتد فترة الرئاسة إلى ست سنوات ويحق للرئيس الترشح لفترتين متتاليتين تقلد فلاديمير بوتين منصب الرئيس في انتخابات عام الفين بعد تنحي الرئيس الأسبق بيريس يلسن انتقل بعدها ليصبح رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف وعاد ليتولى رئاسة البلاد عام الفين واثني عشر ويترشح حاليا للانتخابات الرئاسية عام الفين وثمانية عشر للمرة الثانية على التوالي ومن أبرز منافسي بوتين في انتخابات مارس الفين وثمانية عشر ايجياندي زوغانوف زعيم الحزب الشيوعي وفلاديمير جينوفيسكي والصحفية اكسينيا سوبشاك منظمات حقوقية ونشطاء في المعارضة الروسية وجهات عدة اخرى تحدثت عن تعرض معارضين وصحفيين روس للقتل بما فيهم معارضون لسياسات بوتين نفسه ومن أبرز هؤلاء الذين قتلوا او لا زالوا على قيد الحياة مدان بالحبس خمس سنوات ويتوقع منعه من الترشح بوريس نيمتسوب قتل بالرصاص قرب الكريملين في عام الفين وخمسة عشر ميخايل خودركوفسكي يقيم في سويسرا بعد سجنه في روسيا وبوريس بيرزوفسكي عثر على جثته في لندن عام الفين وثلاثة عشر ونتاليا ستيرموفا خطفت وتم قتلها في روسيا عام الفين وتسعة نعود مجددا إلى ضيوفنا أستاذ حسين عبد الحسين ضفنا في واشنطن أستاذ حسين أريد أن نتاقب بين هؤلاء المعارضين الذين ذكروا في التقرير عند أليكسي نافلني هو أبرز المعارضين الحالين لبوتين لا يستطيع الترشح لأنه لديه سجل جنائي الآن تتلخص التهم الموجهة إليه في تنظيم تظاهرات مناهضة لبوتين دون الحصول على ترخيص كيف تقرأ وضعية أليكسي نافلني في ضوء هذه المعطيات طبعا يبدو لي أن نافلني هو معارض يزعج بوتين ولكن لا يهدد فعليا حكمه وهو لهذا يتعرض لمضايقات إن كان في المحاكم الشكلية التي قيمها لها السيد بوتين أو إن كان في شوارع موسكو تم إلقاء مركب كيماوي على وجهه وتحول وجهه إلى اللون الأخضر كل هذا الضغط الذي يمارسه بوتين على نافلني يأتي من باب الإزعاج الذي يمارسه نافلني ولكن أعتقد أنه لو كان نافلني يشكل حالة تهدد رئاسة بوتين لكان لقي مصير المعارضين الذي ذكرتموهم في التقرير نعم لكن هو أستاذ حسين هو حكم عليه حكما قانونيا المشكلة أن لديه سجل جنائي وأنه محكوم عليه من قبل محكمة الآن الموضوع يعني بعيد عن السياسة هي المشكلة أصلا في المحكمة كل هذه المحاكم كل هؤلاء القضاة إن كان يمكنك أن تقتل شخصا في موسكو من دون أن تحاسب عن هذه الجريمة إذن كل قاضي سيفكر قبل إصدار أي حكم سيحاول أن يكسب ود السلطة وخصوصا بوتين وإلا يعني من يحمي القضاة النظام الاستخباراتي الذي يديره بوتين يعني يجعل من كل المحاكمات ومؤسسات الدولة والبرلمان الروسي والحكومة وكل المؤسسات الأخرى يجعل منها مؤسسات صورية شكلية ولكن ما يهمنا فعلا وأنا أحب أن ألفت النظر هنا في المظاهرات الأخيرة التي خارجت في موسكو وهي فعلا يبدو أنها أثارت بعض القلق لدى بوتين قال صراحة هدد الروس بربيع عربي هو قال لفظ كلمة الربيع العربي وقال رأيتم ماذا يحصل في الدول العربية تظاهروا ويعني حصل ما يحصل في سوريا إذن هو هدد بمواجهة دموية في روسيا على غرار الذي حصل في سوريا هذا هو النظام الذي هذه الرسالة التي يحاول أن يصلها بوتين إلى الروس طيب أستاذ زيب جيني سيدروف تعليقك على هذا الكلام تعليقي بسيط وهو أن المهم حتى ليس بوتين وليس نوالني ولا حتى الانتخابات المهم وشيء الرئيسي هو أراء الشعب أراء الشارع الروسي الشارع الروسي يفضل الاستقرار على أي شخص مثلا يأتي إلى السلطة وبن ثم سوف تبدأ الفوضى في روسيا في اقتصادها في مختلف المؤسسات وإلى خيره وبالتالي هو يعتبر مثلا أليكسي نوالني مع أنه قام بأشياء كثيرة وحقق بعض النجاحات ربما إن صح القول في الكشف وفضح حالات الفساد في روسيا رغم ذلك ليس عنده برنامج مثلا اقتصادي برنامج واضح برنامج مفهوم لأشارع الروسي نعم لكنه يقول أن العيب في ذلك هو رجل سياسة شعبوية نعم هو نفلني يقول في هذه النقطة إن العيب هو عدم حصوله على الفرصة الكاملة في الدعاية وأنه لو تم منح الفرصة الكاملة في الدعاية لفاز في هذه الانتخابات لتمكن من هزيمة بوتن في هذه الانتخابات هل فعلا يمكنه ذلك برأيك؟ لا أعتقد ذلك حتى إذا سمح له مثلا بالمشاركة في الانتخابات وسمح له بظهور على شاشات التلفزيون وإجراء مناظرة مع المرشحين الآخرين لا أعتقد بأن النتيجة التي يمكن أن يحققها سوف تتعدى مثلا نسبة 15 أو 20% والاستطلاعات الأخيرة بالمناسبة للرأي العام تشير إلى أن بوتن في حالة مشاركاته وهذا أمر أكيد سوف يفوز بنسبة 70% من أصوات الناخبين الذين سيشاركون في الاقتراع وحتى إذا كان هذا الرقم مبالغ فيه هو ليس بعيد عن الواقع وأنا برأيي أقل نسبة سيفوز بها بوتن لن تقل عن 60% في أثناء الجولة الأولى وهي الوحيدة في الانتخابات القادمة نعم سنأتي إلى بقي منافسي بوتن في هذه الانتخابات المتوقعة لكن قبل ذلك أريد أن أعود إلى بورج فسكايا في واشنطن وأسألها عن أليكسي نافلني لأن هذا الرجل تتصدر أخباره نشارات الأخبار ونتبعها على مدار الساعة هو طبعا ممنوع كما أشرنا من أن يخوض الانتخابات لأن لديه سجل جنائي بتهمة التظاهر ضد بوتن دون الحصول على الترخيص هل تلخص هذه التهمة وضعية عفوا النافلني والمعارضة في روسيا بشكل عام؟ الموقف هو محير أو محير لأن السلطات لن تعطي المعارضة ترخيصا للتظاهر ولكن إذا خرجوا سيقال لهم لا يمكنكم الخروج لأنه ليست لديكم ترخيص أود أن نعلق بالشكل العام على استطلاعات الرأي والانتخابات ورأي الجمهور لا أعتقد أن من الممكن بالنسبة لنا أن نعرف بالضبط ماذا يفكر الجمهور الروسي لأنه في الدول السلطوية الناس لا تقول الحقيقة للقائمين على استطلاعات الرأي عندما يأتي الأمر للتصويت أذكر أنه كانت هناك نكتة عندما ديمتري ميدفيذيف كان يخوض الانتخابات الرئاسية فاز بأقل قليلا هو حصل على الأغلبية ولكن أقل قليلا من بوتين لأنه لا يمكن أن ينظر إليه على أنه فاز بقوة أكبر من بوتين يجب أن يكون الثاني إذن هناك عمليات تدليس في الانتخابات والمحادثة يجب أن تكون أوسع بصراحة عندما يتعلق الأمر بالتصويت نفسه وآراء الجمهور أيضا دعني أيضا أقول لو بوتين يعتقد حقا أن 80% من الناس يدعمونه لماذا يقوم بعمليات استطلاع رأي طوال الوقت ويريد طمأن بأنه سيحصل على 80 أو 90% من الأصوات عندما يتعلق الأمر بالاستقرار أو الفوضى هذا تكتيك كلاسيكي من الكريملين يريدون جعل الناس يعتقدون أن الأمور قد لا تكون عظيمة ولكن الفوضى هو أسوأ الشيء بوتين يعمل مناقضة أو تناقض بين الاستقرار والفوضى الخيار الاستقرار أو الفوضى ولكن هناك خيارات ما بين الاثنين طيب سيدروف لترد على هذا الكلام هل يخير بوتين الشعب ما بين الاستقرار أو الفوضى أو أنه هو أول فوضى في روسيا لا لا طبعا كما قلت أنا قبل قليل الشعب الشعر الروسي يفضل الاستقرار على أي شيء آخر لأنه لسيما في المدن الصغيرة أو في البلدات في القرى في الاريافة هم يعتقدون أن نوالني مثلا حتى إذا فاز بالانتخابات نتصور شيئا خياليا قد حدث فإنه سوف يغرق في العديد من المشاكل والفضايح وسيصبح كما يعتقد الكثيرون في روسيا سيصبح هو متورد في الكثير من العيوب والمشكلات وبالتالي سوف يتحول بسرعة من رجل انتقد السلطة إلى السلطة التي كان انتقدها قبل أن يصبح رئيسا هذا هو تصور الشائع الذي يصود الكثيرين في روسيا نعم يعني من أين جاء هذا التصور استاذي استدروف هل من وسائل الإعلام هل من استطلاعات رأي أم من أين لا لا هذا التصور ليس من وسائل الإعلام وليس من استطلاعات الرأي العام وإنما هو يعني من تجربة أنا الخاصة به لأن أنا التقيت بالكثيرين سواء في المدن الكبرى أو في الارياف بالفلاحين بالعمال والأخيرهم طبعا لا يمكن القول أن كلهم راضون عن الحكم الحالي ولكنهم يعتقدون بأن الرئيس بوتين هو على يعني مهما كانت قد تطورت الأوضاع مستقبلا فهو خير من أي شخص مجهول وهذا الشخص برأيهم سوف يصبح غارقا في الكثير من المشكلات التي ينتقدها مثلا النوالني على سبيل المثال طب وهل تعتقد أن هناك حملة من المعارضة لتشويه بوتين في المقابل أيضا لا أعتقد أن هناك حملة هي طبعا حملة موجودة لكنها لا تؤثر تأثيرا ملحوظا على أراء النخبين يعني هناك أرقام ربما مبالغ فيها وتقول أن نسبة لك الذين يؤيدون بوتين تزيد عن 85% وحتى 90% لا أعتقد ذلك هذه النسبة أقل ولكن هذه النسبة التي ربما سوف تكون حقيقية سوف تعكس أراء معظم أبناء الروسية طيب خلينا نتوقف عند هذه النقطة ونخرج لفاصل جديد نتابع في الأخبار في ثلاث دقائق ونعود لنتحدث عن الحرب في سوريا كيف أثرت على الداخل الروسي وما موقف المعارضة منها بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد إلى تقرير خاص بوتين والمعارضة الروسية موضوع حلقتنا الليلة في تقرير خاص أعود مجددا إلى ضيوفي الأستاذ حسين عبد الحسين ضيفي في واشنطن أستاذ حسين نتحدث هنا عن الحرب في سوريا وكيف أثرت على الداخل الروسي يعني البعض يطرح السؤال بهذه الطريقة يقولون هل يمكن الحكم على نجاح بوتين من الناحية الاقتصادية فقط بمعنى أن الحرب في سوريا كانت نقطة خلافية وليست الحرب في سوريا نقطة خلافية كبيرة يعني يمكن أن تلعب عليها المعارضة طبعا نحن لا نعرف ما التقارير التي تصل إلى المواطن الروسي العادي حول تطورات الحرب في سوريا أو حول الأهداف الروسية التي وضعها السيد بوتين للحرب في سوريا مثلا في الولايات المتحدة نعرف أنه عندما تكون هناك مواجهات مسلحة يعرف الأمريكيين عادة عدد القوات والتكاليف طبعا حجم اقتصاد الولايات المتحدة يوازي حوالي 13 ضعف حجم الاقتصاد الروسي ومع ذلك لا تستطيع الولايات المتحدة انخراط في حرب مفتوحة الأمد وهي لو فعلت ذلك نرى طبعا الأمريكيون يتظاهرون في الشوارع لو أخذنا الحالة الروسية نحن لا نعرف ما يعرفه الروس ولا نعرف أصلا يعني الهدف لبوتين غير الهدف الذي يبدو حتى الهدف استعراضي هو يحاول يحاول كأنه يمسك بالرئيس السوري بشار الأساد ولكن كل التقارير تشير إلى أن الأمر غير صحيح إلى أن إيران والمليشيات الموالية لإيران هي التي تمسك بالأرض العسكرية وأن بوتين يقدم الغطاء الجوي وطبعا الدعم الدبلوماسي مثل ممارسة حق الفيتو ضد أي قرارات في مجلس الأمن ولكن من غير المفهوم أين هو الهدف النهائي لبوتين هو أعلن الانسحاب من سوريا خمس مرات على الأقل كل مرة يقابل فيها الرئيس بشار الأسد في سوريا يقول الرئيس بوتين نحن ننسح من سوريا وفي اليوم التالي نقرأ تقارير عن غارات روسية على مدن وبلدات ومدنيين سوريين إذن الهدف غير معروف ويبدو أن بوتين يحاول إظهار وكأنه استعاد التوازن العالمي مع المتحدة ولكن هذا لا يبدو صحيحا على أرض الواقع نعم طيب عند الحديث عن الحرب في سوريا يعني تبلز أسئلة كثيرة هنا اسمح لي أن أعود لأستاذ إفجيني سيدروف في موسكو يعني من بين هذه الأسئلة ماذا يريد بوتين من التدخل العسكري في سوريا هل فعلا اقتنع الشعب في روسيا بمقولة أن هذا التدخل جاء لحماية الأمن القومي أو أن الحماية الأمن القومي في روسيا تتطلب التدخل العسكريا في سوريا هناك أرى مختلفة في هذا الشأن ولكن هناك كثيرين من من يسكوا بأن الحرب في سوريا والتدخل الروسي بدأ للقضاء على الإرهاب الذي ربما سوف يأتي أو يقترب على الأقل من روسيا وسوف ينفذ عمليات إرهابية وإلى خيره ولكن هناك طبعا أمرا آخر ربما دفع الرئيس الروسي والقيادة الروسية بشكل عام إلى التدخل في سوريا وهو ربما التعويد عن خسرته روسيا جراء العقوبات وجراء شبه العزلة التي وجدت روسيا فيها بعد ضم شبه جزيرة القرم الآن روسيا بعد سنتين من تدخلها العسكرية عادت إلى العالم ككوة رئيسية تتحكم بالأمور وتسيطر على الأوضاع في سوريا بشقيها العسكري والسياسي وهذا الهدف أعتقد بأنه تم تحقيقه بالفعل والدليل على ذلك أن زيارات كثيرين من سعما ماذا حققت عمليا؟ ماذا استفادت روسيا عمليا من هذه الحرب؟ أنت تتحدث فقط عن شيء معنوي فيما يتعلق بصورة روسيا في العالم بعد عزلاتها بسبب جزيرة القرم لكن هل استفادت بوتين عمليا من التدخل في سوريا؟ نعم هو استفاد كثيرا في داخل روسيا قبل أي شيء آخر لأن معظم الروس أيدوا مشاركة روسيا في هذه الحرب لأنهم وثقين بأن روسيا بالفعل تحارب الإرهاب والآن عندما أعلن أن الإرهاب قد تم أو داعش تم القباء عليه ودحره في سوريا الكثيرين يثقون بذلك رغم أن هناك عدد من التطورات التي تشير إلى أن الفصائل الإرهابية مازالت قائمة ومازالت تحارب ومازالت قادرة على خوض عمليات في مواجهة النظام في مواجهة الميليشيات ومواجهة روسيا أيضا خلينا نعود لأنا بورشوف اسكايا في واشنطن لأن هناك أسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع أو هذا الملف مثلا أن هناك من يعتقد بأن كثيرين في داخل روسيا غير مقتنعين بهذه الحرب خصوصا بعد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تجنيد الجيش الروسي لمرتزقة للحرب في سوريا حتى يتحاشى غضب الروس بسبب الأعداد الكبيرة للقتل من صفوف الجنود الروس وبالتالي هذا الموضوع يسبب قلق داخلي بالنسبة لبوتين إلى أي حد يسبب قلق؟ هل يؤثر على الانتخابات القادمة برأيك؟ أعتقد أنك على حق هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور الروسي بشأن الانخراط في سوريا بوتين كان حذرا وأراد أن يظهر للجمهور الروسي أن هذه الحرب أو الحملة لا تكلف كثيرا من ناحية الدم والمال مرة أخرى وكما قال أحد زملائي لا نعرف بالضبط فهناك الكثير من السرية التي تحيط بالتدخل الروسي ولا نعرف التكلفة ولكن بالتأكيد الصورة التي يحاول بوتين تقديمها للجمهور هي أن هذه الحرب لا تكلف الكثير وأننا نحارب الإرهاب بالواقع بينما التكلفة معروفة أعتقد أنها لم تكن مكلفة جدا بالنسبة لروسيا ولكن ما رأيناه أيضا هو أنه مع أول ما يسمى بانسحاب أو انسحاب زائف سوريا لم تحظى بأهمية في الأخبار الروسية كما كان الحال من قبل أنا أتحدث عن أول إعلان عن الانسحاب في مارس 2016 وأعتقد أن هذا له علاقة بحقيقة أن بوتين كان على بينا بأن الشعب الروسي أراد أن يرى انخراطا ولكن بتكلفة محدودة وعدم الرغبة في تحويل سوريا إلى أفغانستان أخرى من منظور الشعب الروسي للإجابة على سؤالك بشأن الانتصار الحقيقي أعتقد أن بوتين حقق الكثير من الإنجازات الملموسية الملموسة أولا الحفاظ على الأسد في السلطة القوى الجوية الروسية هي التي ساعدته على البقاء في السلطة وهو موقفه التفاوضي الآن قوي وهذا يفيد بوتين أو يمكن أن يقول أنه استفاد بالنسبة لأي مواضيع أخرى فهذه مكاسب ملموسة أيضا بالنسبة لبوتين نعم طيب أستاذ حسين عبد الحسين هل توافق على هذا الكلام هل فعلا حقق بوتين مآربه وأهدافه من هذه الحرب على الأقل في الإبقاء على الأسد وإلى أي حد يؤثر ذلك داخليا أو يعطيه دفعا على المستوى الداخلي نعم نحن أمام شقين أولا الشق الداخلي كيف يرى الروس الحرب الروسية في سوريا والشق الخارجي ماذا يجري فعليا في سوريا نحن فعليا كما قلنا يعني يصعب علينا معرفة توجهات أو أراء العامة الرأي العام الروسي طبعا بسبب وضع الاستخباراتي الذي يسيطر حتى على استطلاعات الرأي ولكن لو نظرنا إلى ما يحصل فعليا في سوريا فعليا الصورة هي محرجة لروسيا روسيا تحاول تصويرها كأنها قوة عظمة حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها روسيا وأرسلتها إلى المتوسط الحاملة الطائرات كوزناتسوف تسببت بوقوع طائرة مقاتلتين روسيتين في المياه تحطمت على هذه الحالة الأداء العسكري الروسي ليس أداء يناسب قوة عظمة بوتين أعلن عدد من المرات أنه أن روسيا قامت بإغلاق المجال الجوي السوري تماما ثم كل أسبوع وآخر تغير نعم لكن أستاذ حسين لكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن هذه ليست حربة نظامية هو يحارب مجموعات إرهابية يعني حرب عصابات هذا واحد اتنين هو استطاع الإبقاء على الأسد في السلطة صحيح ولكن أنا أتحدث عن اختراقات التي تقوم بها مثلا مقاتلات إسرائيلية الأسبوع الماضي قامت مقاتلات 22 أمريكية بطرد المقاتلات الروسية من المنطقة شرق الفرات التي تقع تحت السيطرة الأمريكية القوة الروسية ليست كما يصورها بوتين كأنها قوة عظمة وتسيطر على كل أما بخصوص بقاء الأسد الأسد ليس رجل بوتين وحده في سوريا هو يعني مشروع مشترك بين الروس والإيرانيين ولذلك نحن نرى أن إسرائيل تواجه الصعوبة في محاولة إبقاء حزب الله اللبناني والمليشيات المؤيدة لإيران بعيدة عن حدود الإسرائيلية لأن الأسد لا يسيطر على الأرض ولأن بوتين لا يقدر على توجيه الأوامر إلى هذه المليشيات بالبقاء بعيدة عن حدود إسرائيل إذن الأمر ليس كما يصوره السيد بوتين على الرغم من أنه يظهر مرارا مع الأسد ويبدو الأسد وكأنه يعني الرجل المطيع لسيد الكراملين نعم طيب أستاذ إفغيني سيدروف قرار بوتين بالانسحاب جزئيا من سوريا هو ليس القرار الأول هل يرتبط هذا القرار بالانتخابات بمعنى أن هل يمكن أن يعيد بوتين الجيش الروسي من جديد إلى سوريا بعد هذه الانتخابات بعد أن ينجح فيها إلى درجة معينة وطبعا هو يرتبط بالانتخابات ولكن أود أن ألاحظ بأن هذا الإعلان كان الثاني عن الانسحاب الجزئي أو الانسحاب الكبير أو الجزء الكبير للوحدات الروسية والقوات الروسية من سوريا وليس خمس مرات كما تفضل زميلة منذ قليل بالنسبة للتطورات التي كانت تشهدها سوريا خلال هذه الفترة بما في ذلك تلك التي كانت مرتبطة بالتدخل الروسي فهي تدل على أن روسيا بالفعل ربما أصمت بقسط حاسم في إنقاذ النظام وفي الإبقاء على سوريا كدولة قادرة على البقاء في المستقبل طبعا بعد فترة طويلة سوف تتطلب هذه الفترة إعمار سوريا كليا والتعويض عن الخسائر الفادحة التي أصيب بها اقتصادها وبشكل عام الحياة في سوريا بالنسبة إذا عودنا إلى هذا التصريح الخاص بالانسحاب والذي تفضلت أنت بأنه مرتبط بالانتخابات هو بالفعل هذا ما كان يجب أن نتوقعه قبل إعلان بوتين ترشحه للانتخابات القادمة لأنه كان من الواضح تماما أن روسيا وبعد إنزال دربة صاحقة بالعناصر الإرهابية سوف تركز على الجهود السياسية الكفيلة بالبدء بالمرحلة الانتقالية في سوريا طبعا حجر عصر هنا معروف وهو رحيل بشار الأسد الأمر الذي تطالب به المعارضة الآن ربما سوف تشهد الأصابيع القليلة القادمة ما إذا كانت روسيا سوف تزال تتمسك ببشار الأسد أم أنها ربما سوف تعادل أو تغير نوعا ما موقفها و سوف تقبل بوجهة نظر حيادية أو وسطية تقول أن هناك لابد من وجود رجل سوف ربما يتولى رئاسة سوريا أو رئاسة مؤقتة لمرحلة انتقالية يعني أهلا سبيع القادمة سوف تزيد أو تزيد من الوضوح في هذه المسألة نعم طيب سنتوقف عند هذه النقطة ونخرج لفاصل أخير ونعود بعده لنطرح ما تبقى من أسئلة حول هذا الموضوع المعارضة الروسية وفوتر بعد الفاصل أهلا بكم من جديد إلى تقرير خاص المحوى الرابع والأخير في حلقاتنا الليلة أعود مجددا إلى ضيوفي إلى أنة بورشفكسكايا زميلة إرنا ويرنور في معهد واشنطن سيدة بورشفكسكايا بوتين قال في رده على عدد من الإسئلة التي سؤلت له في المؤتمر الصحفي حول ترشحه لولاية جديدة قال أنني أريد أن أزيد من عائدات الروس يعني برأيك إلى أي حد سيدغى هذا الملف على ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في روسيا خصوصا أن روسيا مقبلة على تنظيم كأس العالم وبالتالي يمكن أن يكون هناك انفراجة اقتصادية أكبر مما هي عليه الآن من منظور بوتين بالتأكيد هذا أكثر أهمية من الديمقراطية وحقوق الإنسان لأن بوتين لا يهتم بالديمقراطية وحقوق الإنسان بصراحة هو لا يعتقد أن هناك ديمقراطية في أي مكان بما في ذلك في الغرب هو قال لا يوجد فرق حقيقي بين نفسه بينه وبين الدول الغربية ولكن أيضا من المنظور الاقتصادي هذا مهم بالنسبة له لأن بوتين وعد بجلب الاستقرار والرخاء إلى روسيا ومع تدهور الموقف الاقتصادي وهذا موقف معقد كما تحدثنا في السابق ولكن حقيقة الأمر هناك تدهور اقتصادي وهو يريد إظهار أن هناك نوع من العوائد أو النمو السؤال إذن إلى أين سنتجه من هنا نظامه نظام بوتين يخنق النمو طويل الأمد وبالتالي ليس من الواضح إلى متى يستطيع الاستمرار ولكن من الصعب بنسبة له أن يظهر انتصارات على المدى القصير طيب أستاذ حسين عبد الحسين فيما تعلق بملف حقوق الإنسان إلى أي حد تعتقد أن بوتين مسؤولة عن ذلك خصوصا أن كلمة حقوق الإنسان لها استخدام سياسي كذلك من الغرب للضغط على بعض الأندن هل استخدمها الغرب للضغط على بوتين أم أن هناك قصور في هذا الملف داخل روسيا برأيك طبعا سجل حكومة بوتين في حقوق الإنسان ليس سجلا ناصعا هناك مشاكل عديدة والغرب عدا ما يطالب الحكومات بالقيام بأداء أفضل في موضوع حقوق الإنسان ولكن بحدود معينة يعني يندر أن نرى الحكومات الغربية تقوم بالضغط على حكومات غير ديمقراطية في مواضيع معينة في حقوق الإنسان باستثناء روسيا لأنه يبدو أن قضية الراحل ماغنيتسكي شكلت تحولا كبيرا في الرأي العام خصوصا في الرأي الأمريكي والرأي في الكونغرس هذه قضية معقدة ومحقة ويبدو أن أعضاء الكونغرس اقتنعوا بضرورة قيام الولايات المتحدة بتحرك ضد روسيا لأنها مسألة تطال زوايا عديدة من الحكم الروسي وطبعا من يعيش في واشنطن يعرف أنه يندر أن يجمع أن يجمع أعضاء الكونغرس من الحزبين على أي من الأمور المطروحة أمامهم باستثناء بعض المواضيع ومنها الإجماع على فرض عقوبات على روسيا طبعا صدر أكثر من قرار عن الكونغرس يحض الرئيس على فرض عقوبات على روسيا وطبعا الحكومات الغربية لا تقوم بذلك إلا أن تعدت التجاوزات حد معين ويبدو أنها تعدت هذا الحد في حالة الرئيس بوتين نعم طيب فيما يتعلق بانتقادات الغرب يعني باستثناء واشنطن هل تعتقد أن القوى التقليدية في أوروبا أصبحت خجولة في توجيه الاتهامات فيما يتعلق بحقوق الإنسان لبوتين بسبب قواته العسكرية ربما أو بسبب الملاسنات التي حصلت على المستوى الدبلوماسي بين أعضاء حكومته ونظرائهم في أوروبا طبعا عادة أوروبا هي أكثر خجلا من الولايات المتحدة في مواجهة الحكومات ليس روسيا وحتى إيران يعني نرى فيما تقوم الولايات المتحدة بالضغط على إيران تحاول الحكومات الأوروبية بتحصيل عقود لشركاتها ولكن في الحالة الروسية أعتقد أن ما يزعج الأوروبيين هو أن ملف حقوق الإنسان الروسي لم يعد محصورا في موسكو أو في روسيا بل هو وصل إلى العمق الأوروبي هناك معارضون للرئيس بوتين تم اغتيالهم في عقر دار أوروبا في لندن أو في باريس أو في العواصم الأوروبية وطبعا هذا يشكل حرج كبير لهذه الحكومات الأوروبية خصوصا أمام شعوبها لذلك هذه المرة الأولى التي نرى فيها بعض الحكومات الأوروبية تؤيد العقوبات الأمريكية وهي بالمناسبة عقوبات أحادية وانضم إليها الأوروبيون طوعا هي ليست عقوبات صادرة عن الأمم المتحدة لهذا السبب نرى التأييد الأوروبي للعقوبات الأمريكية على حكومة بوتين طيب أستاذ إفجيني سيدروف هذا الموضوع يأخذنا إلى نقطة أخرى مهمة وهي فكرة العداء مع الغرب هناك من يعتقد بأن بوتين عمد إلى ذلك إلى فكرة أن يكون عداء خصوصا مع نضرائه الأوروبيين لدغدغة مشاعر المواطنين داخل روسيا ويعني أعطاء إحساس بأنه يستعيد أمجاد للتحاد السوفيتي سابقا وأنه أصبح قوة عظمى كبيرة تضاهي الولايات المتحدة هل هناك ضرورة سياسية لذلك أم أنك توافق الرأي بأنها فقط كانت من أجل دغدغة المشاعر في روسيا نوعا ما وافق على مثل هذا القول ولكن المهمة التي وضعها نصب عيونه الرئيس بوتين الآن هو على الأقل يعتبرها مهمة تم إنجازها وربما ليس بشكل كامل وإنما بشكل كبير جدا الآن برأي حان الوقت لتطبيع تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة مع الدولة الغربية أنا ألاحظ بأن بوتين ورغم كل ما يقال في الولايات المتحدة حول مثلا فضيحة تجسس فضيحة تدخل روسيا في الانتخابات وإلى آخره لكنه يميل إلى التطبيع مع ترامب ويتجنب الرئيس بوتين يتجنب توجيه انتقادات إلى الرئيس ترامب تحديدا وهو لم يفقد بعد الأمل بإمكانية تحسين العلاقات بالنسبة لأوروبا إذا سمحت ملاحظة صغيرة هناك الآن نرى يعني عدد من الوقاع التي تشير إلى أن بعض الدول الأوروبية الآن ربما تعارض العقوبات التي هي نفسها شاركت في فرضها على روسيا وذلك لاعتبارات اقتصادية لأن المنتجين في كل من ألمانيا إيطاليا اليونان وغيرها من الدول الأوروبية تضرروا كثيرا جراء هذه العقوبات وهما الآن هناك أصوات تدعو حكومات هذه البلدان وغيرها إلى التطبيع مع روسيا وربما إلى إلغاء أو على الأقل تخفيف هذه العقوبات التي عادت عليهم بالضرر كبير من الناحية الاقتصادية نعم سيدة بورشفاسكايا في هذه النقطة التي طرحها الأستاذ إفغيني سيدوروف فكرة العلاقة مع الغرب فكرة الدفوذ الاقتصادي في الغرب وجود عدد كبير من الملياردرات الروس داخل أوروبا إلى أي حد يؤثر إيجابا على بوتين وعلى وضعه الداخلي في روسيا بوتين يلعب لعبة مزدوجة بالطبع هو يريد تطبيع العلاقات مع الغرب ومع الولايات المتحدة وأوروبا جزئيا هناك عدة أسباب وراء ذلك جزئيا لأنه أو روسيا ليست قوية بما فيه الكفاية كي تشكل تحديا للغرب ولكن من خلال إفساد الصفوة الغربية نظام بوتين يستطيع وببطء تقويض القيم الغربية والنظام العالم الذي تقوده أمريكا بوتين يتحدث عن أنه يريد أن يكون شريكا ولكن في نفس الوقت يتصرف بطريقة تقوض الغرب وهذا له علاقة بطبيعة النظام قانون ماكفنفسكي الذي تحدثنا عنه سابقا الناس في دائرة بوتين يحاولون أو يحبون أن ينفقوا المال في الغرب وأن يبقوا أموالهم في الغرب لأن هناك قانون ويستمرون في سرقة الشعب الروسي بالطبع هم لا يريدون عقوبات لأن هذا يضر بمحافظهم المالية نعم وانتهى وقت الحلقة من واشنطن وأستاذ حسين عبد الحسين من واشنطن وأستاذ يفجيني سيدروف من موسكو شكرا جزيلا لكم ولكم مشاهدين تقابلوا تحياتي وتحيات فريق العمل نلتقي على خير الأربعاء المقبل إن شاء الله في تقرير خلج في أمان اشتركوا في القناة